دكتور أسامة الحديدي هو المدير التنفيذي لمركز الفتوى الإلكترونية والمسؤول عن وحدة لم الشمل بالأسهر أهلا بك دكتور أسامة يمكن الموضوع قتل بحثة موضوع الطلاق والظاهرة وأسبابها هو أسباب كتير الحقيقة لكن في النهاية عندي نتيجة واحدة هي انفصال تشتيت أسره انعكاسه على المجتمع كبير بشكل كبير قوي أنتم حضراتكم إيه اللي خلاكوا تنطلقوا عشان تنشؤوا وحدة لم الشمل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديني وبعد طبعا ربما يتبادر إلى الذهن كثيرا هذا السؤال اللي حضرتك سألته إيه الدافع اللي خلنا ننطلق إلى المجتمع وننزل للشارع وإحنا مركز فتوى إحنا عندنا في هذا المركز عدد من الأقسام كل قسم تحته وحدات من هذه الوحدات وحدة الأحوال الشخصية وحدة الأحوال الشخصية دي لاحظنا من خلال التقارير الواردة أنه يرد إليها تقريبا خمسين أو ستين في المئة من الأسئلة التي ترد إلى المركز ككل ما بين أسئلة العبادات والمعاملات والفكر والأدين كل المجالات ويأتي تقرير وحدة الأحوال الشخصية على رأس هذه الأسئلة متجاوزا للستين في المئة نعم يعني ده النصيب الأكبر له النصيب الأكبر من الأسئلة الواردة إلى المركز وربما هذا العدد كان هو أكبر الدوافع التي جعلتنا نتحرك تجاه المجتمع وننزل إلى الميدان لمحاولة إيجاد حلول حقيقية وحلول فاعلة لمواجهة خطر هذه الظاهرة لأن الأحوال الشخصية نتكلم عن طلاق وزواج ومواريث وغير ذلك من هذه الأمور ولكن كانت برضو مشكلة الطلاق هي أكتر حاجة في قسم الأحوال الشخصية فمن خلال الأسئلة بنلمس حجم المعاناة التي نستمع إليها من خلال السؤال المطروح فإذا كانت الزوجة هي المتصلة تسمع معاناة كبيرة جدا في طيات السؤال إذا كان الزوج كذلك هناك معاناة كبيرة طيب إذا كانت هذه المعاناة عند الأب والأم اللي هما الكبار في الأسرة فكيف يكون حجم المعاناة على عاتق أبنائنا الصغار أسرة صغيرة بقى الولد والبنت اللي في كي جي أو في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة التعليم المتنوعة كيف يكون حجم المعاناة لهؤلاء كان لابد أن ننزل إلى المجتمع لتحقيق معالجات واقعية ومعالجات حقيقية فكان هذا أكبر الدوافع للنزول إلى الشارع هي أنشأت إمتى دكتور أسامة؟ في 16-4-2018 2018 طيب لما جيب أذان حضرككم أن أنتوا تنشؤوا هذه الوحدة فكرتوا في ملامحها العامة تكون إزاي ولا مجرد بس أن أنا حنزل حل مشكلة وقضي الأمر على كده لا هو البداية ممكن تكون مش بداية حصل لها تخطيط كبير بالحجم اللي بيتناسب الحمد لله دلوقتي مع حجم العمل في الوحدة وبرنامج التعليم الأسرية الذي ترتب على وجود الوحدة ولكن البداية كانت زي ما قلت لحضرتك الدافع الأكبر عدد الحالات الأمر الثاني وجدنا أنه بعض الزملاء في المركز من أعضاء الفتوى وكذلك الزملاء في الدوائر المختلفة سواء وزارة الأوقاف سواء من الوعاظ في الأزهر سواء دار الإفتاء العلماء بصفة عامة يتعاونون في هذه الملفات على أرض الواقع مع جيرانهم مع أقاربهم وهكذا فوجدت أنه بعض أعضاء الفتوى في يوم من الأيام عايزين ينزلوا لحل مشكلة من المشاكل وردت إليه من خلال الهاتف فكان هذا هو بداية العمل في الوحدة فأصدرنا أمر تكليف بالنزول إلى هذه الحالة ومن تلك اللحظة بدأنا التخطيط لوحدة لم الشمل لتكون بمثابة وحدة حقيقية ووحدة لها أطر وحدود وهدف ورؤية ورسالة وبرنامج عمل وفريق ينتشر على أرض الواقع فريق عمل داخلي داخل المركز وفريق ينتشر في المحافظات وفريق متعاون من الخارج لأن نحن ما هننزل لقرية من القرى محتاجين أن نحن نوصل للكبير الكبير في القرية دي أو المسؤول عن القبيلة دي أو القاضي العرفي في هذا المركز أو شيخ البلد دول بيكون لهم دور برضو وهم متعاونون من الخارج لازم يكون في حد مصاحب لحضراتكم من قولي الأمر في المكان مش في كل الحالات على قدر المستطاع لكن بنحاول بقدر المستطاع يكون في حد من المؤتمنين في هذا البلد لأن سكان أو أهل مكة أدرى بشعابها فهم